إشارات تدل على أن هناك نواية مبيتة لتزوير الانتخابات في العراق ونحن بدورنا نحمل مفوضية الانتخابات مسؤولية المحافظة على نزاهة وشفافية الانتخابات هذا هو دور المفوضية وأيضا نشير الآن إلى أن القول السياسية أيضا تتحمل مسؤولية المحافظة على نزاهة وشفافية الانتخابات بما فيها الحكومة وحقيقة أيضا نهيب بأبناء شعبنا العراقي إلى المحافظة على بطاقاتهم الانتخابية لأنه بيع البطاقة الانتخابية يعني بيع الصوت الناخب هذا الصوت الذي سيقرر بالنتيجة مصير العائلة ومصير الفرد العراقي ومصير المجتمع العراقي وعند ذاك حقيقة لا فائدة من اللوم والعتب والنقد الذي سيوجه إلى الحكومة أو إلى ملس النواب الذي سيلد نتيجة هذه الانتخابات المزورة وهذه الإجراءات غير الشفافة